طيب تعالوا بقى نروح مع بعض نتعلم مجموعة جديدة من التمارين مع كابتن حسام الفيل وهو مدرب ألياقة البدنية في النادي الأهلي في الشيخ زايد من خلال التقرير اللي جاي حنتبع التقرير ونطلع فاصل ونرجع مرة تانية نكمل ثانية من الفضل صباح الخير عليكم صباح النشاط صباح الحركة إن شاء الله هكون معاكم النهاردة هنتمرم مع بعض مجموعة من التمارين بسيطة جدا نقدر نعملها في البيت مش هتحتاج مننا أي أدوات غير بس ماتس اللي احنا نتشتغل عليها هتطلع منك الطاقة السلبية كلها هتخلي يومك كله النشاط وحيوية بس أما حاجة قبل ما نبدأ التمارين بتاعتنا لازم نعمل كويس الديناميك ستريتشيز بتاعتنا اللي هتمرينات من الحركة عشان نقدر نسخن جسمينا كويس نسخن الجوينتس والمصل بتاعتنا قبل ما نبدأ عشان نتفادأ أي إصابات وبعد ما عملنا بعد ما نعمل التسخين هنبدأ أول حاجة بأول هنتقسمها مجموعتين مجموعة للناس اللي هي المبتدئة مجموعة للناس اللي هي المتقدمة هبدأ الأول باللي هي المبتدئ اللي هو هالي هي المبتدئ بعمل ماشي في مكاني كده ده حيكون الأول للناس اللي هي المبتدئة أطلع برقبيتي فوق ضهري مفضوط مشدود خالص شدد عضلات البطن بتاعتي واعد لغاية عشرة وان ممكن أعلي بقى الليفل شوية للناس اللي هي المتقدمة أعملها باللي هي الاسبرينت سريع بقى أعد عشرين ثانية بعد كده أوقف راحة هعمل التمرين ده من مجموعتين لتلات مجموعات وأخد وقت الراحة بينهم من تلاتين لاربعين ثانية هنبدأ الثاني تمرين مع بعض اللي هو تمرين البوش أبس هبدأ أول حاجة باللي هو الني بوش أبس دي للناس اللي هي لسه المبتدئة هبدأ أنزل على رقبتي إيدي قدام حيكون إيدي وراسي بشكل مسلس وضهري مفروض أشبك رجلي من ورق كروس هبدأ أنزل وعد وان دايما محافظ على وضعي الضهري ما خليش وقس يسقى تحت أكمل لغاية عشرة ده بالنسبة للناس اللي هي المبتدئة هعمل بقى بالنسبة للناس اللي هي المتقدمة شوية وبتعمل بوش أبس عادي ضهري مفروض خالص شاهد عدلات بطني هبدأ أنزل وان تو ثري فور فايف سيكس سيفن ايت وكمل لغاية عشرة هعمل برضو نفسي التمرين ده من مجموعتين لتلات مجموعتين بعد كده عندي تمرين ثالث هيكون فيه جمب هو تمرين البروك جمب هطلع القدام كده هعمل جمب عالي وأنا راجع بطلع بروك بيتي أهم حاجة محافظ على وضعي ضهري ثابت وشدد عضلات البطن بتاعته هكررها تاني هطلع جمب القدام وأنا برجع طب بالنسبة للناس اللي هاي المبتدئة ما بتقدرش تعمل الجمب العالي ده هبدأ أتحرك ووكينج عادي خالص مارش لقدام وأنا برجع بطلع بس بروك بيتي الفوق ممكن أسبت إيدي فوق كده بعمل تاني أكررها تاني بطلع ووكينج عادي خالص ماشي برجع رجلية فوق برضو نفس التمرين ده هكرره من مجموعتين لتلات مجموعات وقت الراحة بينها ممكن 40 ثانية لخمسين ثانية لو أنت حد مثلا متقدم شوية هدخل التمرين بعد كده وهتمرين البوت كيك إيدي ورا ظهري هبدأ أطلع برجلية ألمس كعب رجلية وعد لغاية عشرة أعلي شوية الليفل بتاعه ده اللي أنا بحيث أسرع فيه أسبت إيدي خالص وأبدأ أعمل جامب برجلية ألمس كعب رجلي واعد one two three four five six seven وأكمل لغاية عشرة عدات ممكن أزياد كمان هاخد برضو فترة راحة من 30 ل40 ثانية وكرر نفس التمرين ده من مجموعتين لتلات مجموعات أتمرنا يكون الحلقة أعجبتكم وأشوفكم إن شاء الله في حلقة تانية ترجمة نانسي قنقر